إذن نتكلم على بعض القضايا اللي الرياضة بتتأثر بيها سواء بنتكلم على التحكيم سواء بنتكلم على عقود اللاعبين قضايا المنشطات كل الأمور دي بالتأكيد قانون الرياضة كانتكلم فيها وضحها في بعض النقاط لكن كان فيه معتمر مهم جدا وورشة عمل وتوصيات خرجت من خلال هذا المؤتمر متعلق به هل هناك تعزلات على قانون الرياضة بعد بحث فكرة التحكيم والمنشطات وعقود اللاعبين والقضايا الرياضية اللي بالتأكيد قانون الرياضة الأخير كانتكلم فيها عشان كده هيكون معنا في هذه الفقرة الدكتور عز الدين محمد أستاذ الإدارة الرياضية بكلية تربية رضاها جامعة حلوان وهو بالمناسبة كان آخر مدير للاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة فقرة حوارية مهمة جدا بالنسبة للمرحلة الجاية وبالتأكيد عن تابع هذا المؤتمر والتوصيات اللي خرجت من هذا المؤتمر بالنسبة لقانون الرياضة خلال الفترة اللي جاية الفقرة الحوارية الثالثة وده الدور المجتمعي للنادي الأهلي ممكن أن دا تقفل وتمنع دخول الأعضاء وتنفذ التدابير الاحترازية اللي الدولة بتأكيد بتشتغل عليها الفترة الجاية لكن في نفس الوقت وانت بتأدي الدور الرياضي لازم تشتغل على دورك المجتمعي وهو أي نادي رياضي نادي رياضي ومجتمعي في نفس الوقت لأنه عنده أنشطة رياضية وعنده قطاعات رياضية مختلفة وفريق للكورة لكن عنده كمان أعضاء والأعضاء دولة انت بتتكلم على جزء من المجتمع الوطني أو جزء من المجتمع المصري الجزء ده جزء كبير ونسبة كبيرة لو بتتكلم مثلا في نادي مثلا مثلا سي عنده مئة ألف عضوية انت بتتكلم العضويات دي ممكن تكون في تلاتة لو الأسرة مثلا بحد متوسط فيها تلات أفراد فبتتكلم في عدد مش قليل الدور المجتمع اللي انت بقى لازم تقوم بيه في المرحلة الحالية في نادي الأهلي من خلال اللجنة العليا للجان هذه اللجنة اللي بينبصق منها لجان مختلفة بتتكلم عن لجنة المرأة لجنة الطفل اللجنة الثقافية لجنة الشباب في لجان مختلفة من خلال اللجنة العليا للجان اللجاندي لما تشكلت كان الهدف منها دور مجتمعي ودور رياضي واجتماعي مع عضو النادي الأهلي أو بمعنى أضق الشعار الأساسي بتاعنا عائلة النادي الأهلي عشان نشتغل على ده وفي التوقيت الحساس والظرف الرؤى اللي احنا بنعيشه اللجنة العليا للليجان هيبقى لها دور كبير جدا للفترة الجاية سواء مع مجتمع عائلة الأهلي أو مع المجتمع المصري بشكل عام لذلك في الفقرة التالتة النهاردة عندنا حديث مهم جدا وهيكون بشرفنا وبنورنا الزميلة الإعلامية الأستاذة سوها إبراهيم وهي بصفاتها المتحدثة الإعلامية عن اللجنة العليا للليجان في النادي الأهلي عشان نتحدث عن شعار أو نقدر نقول هاشتاج بعنوان يلا نطلع من الأزمة بمليون حاجة لها لزمة شعار وهاشتاج أكيد هيكون ليه مدلول وليه أفكار وليه سياسات خلال الفترة اللي جاية من خلال عدد من اللجان المنبسقة عن اللجنة العليا للليجان هنتكلم في هذه الفقرة مع الزميلة الإعلامية الأستاذة سوها إبراهيم وهي المتحدثة الإعلامية عن اللجنة العليا للليجان عشان نشرح لعضو النادي الأهلي ولعائلة الأهلي والمجتمع المصري بشكل عام الدور المجتمع اللي هيقوم بالنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية بالتأكيد تضامنا مع الزرف الراهن اللي الشعب المصري بيعيشه خلال الفترة الحالية فقرة مهمة جدا أكيد هنتناقش فيها النهاردة في ختام برنامج الأهل الليلة لكن سريعا عشان وقتنا أبدأ بسرعة بفقرة الأخبار وفقرة الإنترو وأبرز خبر النهاردة بالتأكيد بعد تدابيره والتوجهات اللي خرجت من رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالنسبة لتوجهات الحكومة خلال الفترة القادمة كان على نفس السياق قرار اتحاد المصري لقرة القدم بتعليق النشاط الرياضي حتى 14 إبريل القادم طبعا كان من المفترض التأجيل النشاط وتعليق المباريات حتى نهاية تمارس بس بعد التدابير الاحترازية تم مد فترة التأجيل والإرجاء حتى منتصف إبريل المقبل وفي النهاية القرار هيكون بناء على توجهات الدولة من خلال التعليمات اللي هتصدر من مزارة الصحة فيما هو متعلق بعودة النشاط خلال الفترة اللي جاية لكن مهم جدا عايز أقول جزئية مهمة في هذه المرحلة وفي هذا الموضوع محدش يجيب سيرة الإلغاء في الفترة الحالية ليه؟ العالم كله بيشتغل على فكرة أن الموسم نفسه هيتم إرجاءه وتحركه خلال الفترة الجاية وتغيير التواريخ والتقويم بناء على الأحداث الرهنة اللي بيعيشها العالم كله وبناء عليه؟ محدش في العالم كله بيطرح فكرة الإلغاء كمان جي قرار تأجيل الأولمبيات لعام 2021 الفترة اللي جاية عشان يأكد جزئية مهمة جدا أنه بنفس القياس وبنفس المعنى مش هيكون فيه إلغاء لأي نشاط رياضي أو أي مصابقات قروية الفترة الجاية لأن تأجيل كل الأحداث الأوروبية والدولية فيما يتعلق ببطولة اليورو أو حتى بتأجيل الأولمبيات لعام 2021 ده معناه أن المواسم المحلية لو بدأت أو استقنفت في شهر خمسة أو في شهر ستة وانتهت في شهر تمانية أو شهر تسعة ما فيهاش فيها أي أزمة لأنه ما فيش حدث قري أو حدث دولي أو أجندة رسمية أنه مقبلة عليها فيتم ضغط الدوريات لا إطلاقا الأمور متاحة للجميع الفترة الجاية عشان يقدر يشتغل على الملف ده وتحديداً إحنا في مصر يمكن الدولة الرائدة أو الدوري الرائد الوحيد في العالم اللي بيقدر يشتغل على هذه المواعيدة الاستثنائية فما عندناش أي أزمة إطلاقاً في فكرة أن تأجيل الدوري أو عدم استناف الدوري في شهر أربعة أو شهر خمسة أو حتى شهر ستة هيبقى فيه مشكلة لا ممكن تستنفه في ستة وينتهي في تمانية هو المهم في الأساس إن شاء الله تنتهي الأزمة أو ينتهي الزرف الصحي الراهن في العالم كله ده في الأساس إن شاء الله بإذن الله لكن بعد ما ينتهي القرار المتبع أنك تستكمل المسابقة إلى نهايتها والقرار وقتها مش هيبقى قرارك لوحدك ده قرار العالم كله لأن في النهاية توجه الاتحاد الدولي فيفا وتوجه الاتحاد الأوروبي